شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات حفلة تخرج الدفع الأولى من برنامج تنمية الكوادر التقنية ويعد البرنامج واحدا من أبرز المشاريع الوطنية الرائدة ونظمة وزارة العمل وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وصندوق العمل تمكين ومعهد البحر للدراسات المصرفية والمالية ويسهم في تحقيق الاستدامة والقدرة التنفسية في القطاعين العام والخاص وتوفير فرص نوعية للكوادر البحرينية المؤهلة في الوظائف التقنية وبهذه المناسبة أشهد مع الوزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات بتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم بالتحول إلى النظم الرقمية والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية بما يضمن تحقيق الاستدامة الرقمية مشيدا بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي وللعات رئيس مجلس الوزراء والذي أسهم في تعزيز سمعة ومكانة القطاع التقني للمملكة أقليميا وعالميا من خلال تحقيق مراتب متقدمة في تقنية المعلومات والاتصالات على المستوى الدولي ووضح معالي أن تخرج الدفعة الأولى من البرنامج يمثل إضافة للقاعدة الإلكترونية الوطنية ويسهم في تحقيق التطلعات الاستراتيجية وخطة التعافي الاقتصادي للمملكة لفتن إلى دور وزارة التربية والتعليم في الاعداد والتنسيق من أجل تهيئة الشباب إلكترونيا خصوصا وأن هذه اللغة الوحيدة التي أصبحت تربط العالم مشدا معالي بدور هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وتوفيرها أكثر من 860 خدمة إلكترونية وما يزيد عن 20 نظاما وطنيا وإتاحة قنوات إلكترونية متعددة سهمت في إنجاز المعاملات بكل يسر وسهولة وأكد معالي أن تخرج هذه الكوادر التقنية المتميزة يجب أن ينعكس على الأداء وسرعة الإنجاز ودقة العمل ومرونته مباركا معالي للخريجين والقائمين على البرنامج وكافة الشركاء الذين ساهموا في إطلاق البرنامج كأحد أهم المبادرات الوطنية من جاته استعرض السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهائية المعلومات والحكومة الإلكترونية تفاصيل البرنامج والجهود المبذولة لتنفيذه منويا إلى تصنيف البحرين ضمن أكثر الدول تدريبا واستكمالا للشهادات الاحترافية في الحوسبة السحابية وأوضح أن برنامج تنمية الكوادر التقنية ارتكز على تهيل المشاركين من خلال التدريب المكثف على رأس العمل في مختلف الإدارات التقنية بالهيئة وفي العديد من المجالات التقنية وبفضل مستوى خرجي البرنامج حصل 41 مشاركا على فرص وظيفية فور استكمالهم وتطلبات البرنامج وتم توظيف 24 منهم في القطاع الحكومي و17 بالقطاع الخاص فضلا عن دور البرنامج في تعزيز القدرات وسقل المهارات الوطنية الشابة بعد ذلك تم عرض مقطع فيديو قصير حول برنامج تنمية الكوادر التقنية تلاهو كلمة الخريجين وقد تفضل معالي الوزير بتكريم الشركاء في نجاح البرنامج ومنثلي القطاع الحكومي والشركات التي بادرت بتوظيف كوادر البرنامج من الخريجين إلى جانب تكريم خريجية الدفعة الأولى من البرنامج ترجمة نانسي قنقر